مرحبا بكم مشاهدين الكرامة، مع قصة أخرى من قصص الحدث الأفريقي، فلا تنسوا زيارتنا على www.alhadاثلفريكي.com يحكى أن طائرا جميلا يسمى نولا كان يعيش بقفص حديدي داخل منزل كبير، وكان الطائر ملونا بألوان زاهية وبديعة، لكنه لم يخرج أبدا من ذلك القفص الذي كان يعيش بداخله طيلة حياته وكان الطائر نولا مبتهجا وسعيدا طوال الوقت، يأكل ويشرب ويرقص ويغني، ويحب سيده كثيرا كما يحب القفص الذي يعيش بداخله وفي أحد الأيام جاء سيد نولا يحمل بسكويتا وفنجان قهوة، والقى تحية الصباح على نولا، وكان نولا فرحا بمداعبة سيده له، وسرعان مارن هاتف السيد فراح يتكلم في الهاتف تاركا البسكويت على شف الشباك، وحينها وقف على الشباك طائر نصفه أسود ونصفه لآخر أبيض، وأخذ يلتقط من فتاة البسكويت، فرأى نولا ذلك وأخذ يصرخ في وجه الطائر أيها اللص الماكر، أترك بسكويت سيدي، فأجابه الطائر لا عليك يا صديقي، إنه مجرد فتاة لا تغضب، علامة اقتباس مزدوج نقطة، ثم أثار الطائر منظر نولا وهو في القفص، فشده الفضول إلى الاقتراب منه وهو يحدق به كثيرا، وقال له ما هذا الذي أنت بداخله؟ فأجابه نولا برأس عالية وفخر كبير، إنه منزلي الذي أعيش فيه، اشتراه لي سيدي ووضعني بداخله منذ كنت صغيرا، ثم رد نولا على الطائر سؤاله، وأنت؟ أين بيتك؟ فرد الطائر بفخر أيضا، منزلي هناك، في أعلى تلك الشجرة الخضراء المورقة، فاقترب نولا من قطبان قفصه متلهفا، وقال أين؟ أين؟ لا أرى شيئا، فأجابه الطائر، يا صديقي من الطبيعي ألا ترى شيئا لأن القفص يحجب عنك الرؤية البعيدة؟ وهنا رد نولا على الطائر باستغراب، أتقول أن قفص يحبسني، كيف يحبسني وأنا سعيد بداخله وإنعم بأشهى الطعام وارتوي بأعذب ماء يقدمه لي سيدي كل صباح، أنت لا تفهم معنى الراحة والسعادة التي أعيشها هنا يا صديقي امتعاد الطائر من كلام نولا وقال بهدوء، بل أنت يا صديقي من لا يستطيع أن يفهم معنى الحرية عشاشها نحن من يبنيها، وحصلاتنا نحن من يمليها، ومياهنا نحن من يصفها، فنخرج فجرا ونعود عشيا، نمضي خماصا ونروح بطانا بحمد من الله الذي يخرج الخبأ من الأرض، لست تشبهنا في شيء أيها المدلل السجين لم يعلق نولا ببنت شفة على كلام الطائري، بل تركه يستطرد في كلامه وهو يمشي ويعود الخطى على جانب الشباك قائلا إن عالمي واسع وفسيح، أما أنت يا صديقي فعالمك هو قفصك، ومهما كان لديك من النعم فإنك شقي لا محالة سكت نولا قليلا ثم أجاب، قد يكون عالمك حسن من عالمي، لكن انتمائي للقفص لا يعني أنني محتجز فيه، فكثيرا ما يترك سيدي باب القفص مفتوحا لكني لا استطيع أن يترك قفصي، لأن قفصي هو موطني، فمهما خرجت أو ابتعت، فلا بد من العودة إلى الوطن هنا فتحت عناية في هذا القفص، وهنا عشت سنين طويلة، وهنا سأموت حتى لو نسي سيدي أن يطعمني أو يسقيني يوما، فسأظلها هنا إلى الأبد فعجب الطائر من كلام نولا، ثم سأله، هل تحب القفص أم تحب سيدك أم تخب حبستك هذه؟ أم أنك تحب الطعام الجاهز والجلوس والنوم المريحين؟ فأجاب نولا، لا أحب شيئا ممن ذكرت يا صديقي فتعجب الطائر من كلام نولا ورد قائلا، فلما البقاء إذ يا صديقي فأجاب نولا، هو الوفاء يا صديقي، لا شيء غير الوفاء، وفاء للمكان ووفاء للزمان ووفاء لسيدي فأجاب الطائر في استغراب عن أي وفاء تتحدث يا صديقي، وسيدك يغدر بك ويحبسك في القفص ويهمك أن العالم مجرد قفص فرد عليه نولا، العالم بأسره مجرد قفص، وأنا بأسري عالم كامل وسط القفص وهنا تعطأ الطائر رأسه وقال، سأذهب إلى أطفال لأخبرهم أن الألوان عالم وأن القناعات عالم وأن المفاهيم والأفكار عالم وأن الحيوات عالم وأن لكل من عالمه الخاص، وأن العالم بألوانه الزاهية محبوس في قفص، وأن القفص متسع لكل العالم علامة اقتباس مزدوجة إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي قصتنا، نتلقي مع قصة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر